كابتن أنا خليني أتكلم مع حضرتك عن بدايتك يعني حضرتك ابتديت طبعا في سن صغير وبعدين ابتديت كمان مع النادي الأهلي وبعدين المنتخب المصري وكمان كنت ضمن المنتخب اللي توج بطولة أمم أفريقيا 98 وكان فيه ظروف مشابهة كتير جدا الحقيقة صحيح هنتكلم عني يعني باللي بيحصل دلوقتي فأنا عايز أتكلم مع حضرتك عن بدايتك احتضان نادي الأهلي لك وانضموك للمنتخب وكمان احترافك يعني حضرتك كمان لقبته أمير المحترفين 15 سنة احتراف يعني طبعا بدايتي يعني كأي لعب كرة يعني أنا بدايتي أصلا من عبدين عارف بقى أنت كمان حسام الكرة الشراب يعني كلنا لعبنا كرة شراب وكان طبعا من عائلة أهلوية جدا ويمكن في فترة من الفترات كان خوف الأهل شوية عن اللعب كتير في الشوارع الخوف كلنا بنلعب وسط الشوارع يعني كان فيه عربيات بتعدي وإحنا نوقف الكرة شوية الجنب بطبطين أيوة بالضبط بالضبط فطبعا والدي كان بيقلع علي فراح جاب لي استمارة اختبارات في النادي الأهل دا الوالد يعني شجع على أن هو شكل من الأشكال الاحتراف في وقته يعني هو بابا فكر بطريقة يمكن كان خايف علي قال لي لأ إحنا كلنا أهلوية أجرب حصدك في النادي الأهلي هو رفض كمان دماط لنادي آخر طبعا يعني رحت اختبارت والحمد لله يعني اختبارات صعبة يعني كان فيه أعداد كبيرة جدا جدا طبعا تعرف الأندية النادي الأهلي والزمالك كل الناس طبعا تتمنى تنضم للنادي الأهلي والزمالك فالحمد لله كان مشوار يعني صغير لكن كان مهم جدا في حياتي انضمت لناشيني النادي الأهلي كان عندي لسه 11 سنة يعني كنت صغير فانضمت الحمد لله للنادي الأهلي وبدأت بقى المشوار الطويل يعني